في موقع سنغالي اسمه WIW بيقول لماذا نعاني أمام الكبار ولا نسجل في مرمى منتخب مصر الموقع ده شأنه شأن بعض المواقع السنغالية انتقدت L-UCC انتقدت L-UCC المدير الفني السنغالي على العقم التهديفي اللي موجود عند منتخب السنغال وانه معرفش يسجل أهداف في منتخب مصر لا في لقاء فاينال أفريقيا اللي تعادلنا فيه في الشوطين الأصلين والإضافيين واحتكمنا لركات الجزائية الترجحية ولا انه عرف يسجل أمام منتخب مصر في لقاء الذهاب اللي احنا شايفين لقطات منه ده وقالت ان الراجل L-UCC اللي قدامنا ده بيلعب بيه تلات لعبين في منتصف الملعب وان ده فيه استحكمات دفاعية والراجل عنده تحفز دفاعي شديد وزيادة عن اللزوم وان ده اللي بيخلي المنتخب السنغالي عنده عقم تهديفي ومش عارف يسجل أهداف في منتخب مصر وده حصل أمام أكتر من منتخب كبير واستشهده بمنتخبات الجزائر واستشهده بمنتخبات الكاميرون سوق منتخب الكاميرون أو منتخب الجزائر وان منتخب السنغال ما بيعرفش سجل أهداف في المنتخبات الكبيرة عايز أخد بقى أن الكلام ده انبارح تكلمت مع حضراتكم وفندنا ليه فوزنا على السنغال فوز مهم واستعرضنا أن السنغال ما خسرتش على مدار 19 لقاء متتالي وأن هي ما خسرتش في لأي لقاء رسمي من 3 سنين من ساعة خسرتها في وين الأفريقية أمام الجزائر واحد صفر على سيد القاهرة وما خسرتش غير في لقاء ودي في 21 لقاء لعبتهم مجتمعين رسمي وودي أمام منتخب المغرب النهاردة عايز أتكلم عن نقطة ثانية مع حضركم وهي فكرة الاستحقاق اتفتح جدال كبير جدا ما بين بعض الجمهور المصري ما بين قطعين من الجمهور المصري فريق شايف أنه إحنا لا نستحق الوصول إلى كاس العالم إحنا إزاي نوصل إلى كاس العالم؟ إحنا أداءنا وحش جدا إحنا السنغال أحسن مننا بكتير عدالة السماء والعدل إن السنغال هي اللي تروح أنا متفهم فكرة إن كتير من الجمهور المصري بما فيهم إحنا نفسنا نشوف طول الوقت منتخب مصر بيكسب بأحلى أداء ممكن أحلى أداء ممكن دي في عرف الجمهور المصري إن أنت تبقى بتلعب بأداء مشابه لأداء منتخب مصر تحديدا في كاس الأمم الأفريقية 2008 مع كابتن حسن شحاتا اللي هو أنت بتنزل بتجيب عندك غزارة دهدفية كبيرة جدا لما بتحب تعمل جيم فيه استحواس بتعرف مع أدخن فرقة في أفريقيا عندك حملة في كل حتة في الملعب في وسط الملعب بيمين شمال عندك مصادر متنوعة للهجوم أداء فيه جماليات عالية جدا بس هل ده الشكل الوحيد من الأداء الجمالي؟ لأ طبعا لأ طبعا فيه نواحي أخرى جمالية في الكورة مش بالشرط بس أو مش شرط بس إن هيكون فكرة الاستحواز بس في الآخر النقاش ده أتفهمه جدا إن حد عايز شوف منتخب مصر بيكسب بس بيعمل أداء حلوة قوي بيستحوز على الكورة وضغط طول الوقت على الفرق اللي قدامه وحطتها في نص ملعبها وكلام ده كل لكن فكرة إن أنا كون بكسب حتى لو مش بأفضل أداء فأقول إن أنا لا ما استحقش أروح لأ دي مغلاء شديدة جدا وفوجة نظري هي غير مقبولة لأن أكم من مرات كتيرة جدا إحنا كنا نستحق بالسلس وما كناش بنوصل وما كانتش كرة عادلة يعني أكبر مثال هو جيل كابتن حسن شحاتة ده أنت كنت توصل وتوصل 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 مطش مصر والمغرب في تصفات كاس العالم 2002 مع كابتن جوهري اللي اعتعدلنا فيه في استاذ القرى 00 المطش ده حرفيا مصر إدت علقة للمغرب علقة كروية وكرة في العرضة من أحمد حسام ميدو وفرصة والمرمى فاضي من طريق السعيد في آخر المطش بص عملنا كل حاجة في الكور وكرة ما كانتش عادلة وغيره 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 من تفاصيل كتيرة جدا ومن مواقف كتيرة جدا ممكن نستعرضها ففكرة أن أنا أعرف أكسب حتى وأنا مش بقدم أداء جمالي دي فكرة مقبولة جدا وعادية جدا وطبيعية جدا وبالعكس ده احنا نفرح بلعبتنا إن إحنا إحنا إزاي بنعرف نكسب حتى وإحنا بنبني مشروع وبنبني جيل ومش بنقدم أحلى أداء ممكن مش أقول لأ بقى أنت المفروض تخسر 5-6 وما تروحش كاس العالم ولما تبقى تقدم أحسن أداء ممكن تبقى تروح مفيش حاجة اسمها كده في الكرة ولا مع أي منتخب في الدنيا ولا مع أي فريق في الدنيا إنت بتلعب عشان تكسب وبتاخد مراحل تطور بتكسب بأداء مثلا 30-40% وبتقعد تعليه بقى 50-60-70 تميل غاية لما توصل لأداء مفيش حد يبيصل لكمال الكمال اللي هو واحده توصل بقى 90% حتى جوارديولا اللي هو واحد اللي هو بيقدم أمتع كرة على سطح الكرة الأرضية شوف بدايته مع منشستر سيتي وشوف نهايته دلوقتي عاملة إزاي شوف أخد وقت قد إيه عشان يقدر يطبع فكره ويطبق فكره على أرض الملعب والفكر ده يمتزج بالفوز مش بس كرة حلوة ما كرة حلوة ما تكسبنيش أنا استفدت بيها إيه وتخيل حضرتك لو كان منتخب مصر لعب جيم مفتوح قدام السنغال وهاجم وفتح وعمل كل حاجة وخسر وما وصلتش كاس عالم نفس الناس اللي بتقول أصلحنا لا نستحق وكانوا هم أول ناس أنتوا ناس ما تحرام عليكم الفلوس اللي بتاخدوها والراجل ده جايبينه ليه وحرام وانتوا كرهتونا في الكورة وكرهتونا في عشتنا وانتوا ما تستحقو طب ما هو فالمغالاء زيادة عن اللزوم دي صعبة صعبة على اللعيبة وصعبة على الجهاز الفني وصعبة حتى عشان نعرف نبني ما فيش مشكلة كلنا معترفين إن احنا عندنا مناطق محتاجين نتحسن فيها أكتر من كده بكتير بس نتحسن وإحنا بنبني مش وإحنا بنهد مش وإحنا مش عجبنا العجب ومش وإحنا بنقول طول الوقت إن انت كل تعمل ده وحش وإحنا ما فيش أي مكاسب وما فيش أي مكتسبات انت كذبان فرقة ما خسرتش من ثلاث سنين لعيبة عشرين ديئة وخمسة وعشرين ديئة بالشكل نتمنى طول الوقت إن احنا نشوف عليه منتخب مصر نشتغل بعش إن نخليهم بستين وسبعين وتمانية وتسعين ديئة لكن ما نعودش نقول لأ تنتم فوق وتتخسر وتخسر بالسلس وإنت ما تستحقيتش روح كاس عالم وفي نفس الوقت المنتخب اللي فيه بعض الناس عندنا مش عجبها إن احنا كسبناه ده صحفته وإعلامه ما قطعين المدير الفني بتاعه عشان مش عارف يكسب منتخب مصر ولا يسجل هدف حتى في منتخب مصر ولو بنتكلم على الاستحقاق وده اللي هاختم به مين كان يستحق إن هو يكسب كاس الأم الأفريقية الأخير منتخب مصر ولا منتخب السنغال شوف مشوار ده وشوف مشوار ده شوف ده لعب مين شوف منتخب مصر لعب كودفورو الكاميرون ولعب المغرب وكسبهم بإكسترا تايم وهو مفتقد الباك اليمين الأساسي بتاعه في الفاينال الأساسي والإحتياطي بتاع الأساسي اللي هو أكرم توفيق وعمر كمال ومفتقد المساك الأساسي حمد حجازي وده ماك المنتخب التاني منتخب السنغال شوف الفرق اللي هو لعبها في مشواره ده طلع من دور المجموعات بهدف وحيد وما قابلش منتخبات بنفس القوى اللي قابلها المنتخب المصري وما لعبش إكسترا تايم ولو بتكلم على الاستحقاق هو في كاس القرات لما كسبنا إيطاليا بطلة العالم وعملنا جيم تاريخي قدام برازيل وخسرنا بمنتهى سوق الحز وبشكل صعب جدا قدام أمريكا 3-0 عشان نص الفرقة تصابط نص الفرقة بمعنى كلمة نص الفرقة تصابط في المطش ده انت كنت تستحق ده انت كسبان إيطاليا وخسرا بمنتهى صعوبة قدام برازيل ولكن في الآخر أمريكا هي اللي وسطة قدام برازيل في نهاية كسب قرارات 2009 لو تفتكروا فننتقد بعين المحب طول الوقت وبنبرة المحب إن احنا عايزين نشوف المنتخب أحسن بس نحافظ على المكتسبات اللي عندنا المكتسبات اللي احنا حققناها ننتقد عشان نشوف إيه مناطق التطور اللي عندنا ونساعد الجهاز الفني اللي حتى الآن هو ناجح بنسبة 100% أو بنسبة 99% لأنه عنده إن شاء الله 1% يخلصهم إن شاء الله يوم التلاتي يبقى ناجح بنسبة 100% نبقى في ظهرهم ورا الجهاز الفني ورا اللعيبة عشان نشوف إيه المناطق اللي عندنا محتاجة تتحسن ونحسنها بس وإحنا بنبني مش وإحنا بنهد في المنتخب وبنجيب دولفا عشان بنصادر على رأي حد إنه ما يشوفش المنتخب في أحسن حاجة ممكنة أو بنقول إنه هو المنتخب قدم أروع وأجمل أداء لا طبعا كلنا معترفين إن المنتخب عنده أداء أحسن من كده على المستوى الجمالي وعلى المستوى الخططي عنده مناطق تطور والناس دي شغالة ليه ما هيشغالش تتحسن مش حد بيوصل لأحسن حاجة في الدنيا بس بنعمل ده وننتقد ده اللي هما مقدمينه يشفع لهم جدا إن إحنا نبقى في ظهره كل التوفيق لرجالتنا وكل التوفيق لجهازنا الفني وإن شاء الله يرجعوا من السنغال يوم الثلاثة الجاي وهم متأهلين إلى كاس العالم قطر 2022